عبر قداسة البابا فرانسيس عن حزنه العميق بعد الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا وأوقعت مئات الشهداء والجرح أثناء إحياء عيد الفصح وقال قداسته لقد حملت هذه الاعتداءات الخطيرة الحزن والألم لكثير من الكنائس في سريلانكا تاركا للرب الذين ماتوا بشكل مفجع وأصلي من أجل الجرحة وكل الذين يعانون بسبب هذا الحدث المأساوي على الصعيد ذاته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو وأودات بحياة الكثير من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين مؤكدا جلالته وقوف الأردني في مواجهة الإرهاب وعصاباته المتطرفة كما أكدت الحكومة الأردنية أن هذه الممارسات الإرهابية تعكس الفكرة الظلامية البشع الذي ترفضه جميع الأديان والثقافات والقيام الإنسانية